بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبات وطالبات الصف الرابع الابتدائي النهاردة إن شاء الله نشرح مع بعض أول درس من دروس قواعد وتطبيقات وهو الإسم المفرد تعالوا نشوف مع بعض يعني إيه إسم ويعني إيه مفرد الإسم المفرد أولا كلمة إسم إحنا أخذناها الترمي الأول تعالوا نفكر بعض بيها كده كلمة إسم معناها وهو كل ما يدل على إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد أو صفة يبقى أي إسم بيدل على إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد أو صفة ده بيكون اسمه إسم زي إيه مثلا أحمد أرنب أسد شجرة قلم كتاب كل الحاجات دي طبعا طالب مكتهد نشيط كل الحاجات دي بتدل على الإسم إذن هي إسم طيب نشوف مع بعض يعني إيه كلمة مفرد كلمة مفرد يعني حاجة واحدة بس طيب الإسم المفرد ده ممكن يكون مذكر ممكن يكون مؤنس على حسب والإسم المفرد المذكر ممكن يكون عاقل أو غير عاقل والإسم المفرد المؤنس كذلك ممكن يكون عاقل أو غير عاقل تعالوا نشوف مع بعض الأمثلة سلم اخي على الضيوف كلمة اخي اسم مفرد مذكر عاقل اخي واحد بس اخ واحد بس وهو اسم طبعا لانه بيدل على انسان ومذكر وكلمة اخي برضو هو انسان عاقل طيب نشوف مع بعض المثال التاني القلم فوق المكتب عندنا كلمة القلم وعندنا كلمة المكتب هي اسم مفرد مذكر قلم واحد مكتب واحد ولكن غير عاقل نشوف مع بعض المثال اللي بعده النخلة اطول من الشجرة عندنا كلمة النخلة اسم واحد بس خلاص وكلمة الشجرة اسم واحد بس مفرد مؤنس يعني ايه مفرد؟ يعني حاجة واحدة ومؤنس يعني اخيرها تقمى ربوضة هي بتدل على التأنيس طيب ولكنها غير عاقل زي ما احنا عارفين ان نخلة والشجرة غير عاقل طيب المثال اللي بعده حبيبة طالبة مكتهدة كلمة حبيبة اسم مفرد مؤنس حبيبة هي انسانة واحدة بس وهي مؤنس وطالما انسان يبقى عاقل يبقى زي ما احنا كده فهمنا ان الاسم المفرد ياما يكون مذكر او مؤنس ممكن يكون عاقل او غير عاقل على حسب الكلمة اللي قدامي نوعها ايه طيب تعالوا نكمل مع بعض بقى الامثلة هناء تحب القراءة كلمة هناء هناء ده اسم ايه؟ اسم انسان عشان كده قلنا عليها انها انسان واحد بس مفرد طيب الفيل حيوان ضخم كلمة الفيل هنا هي حيوان ولكن هي حيوان واحد فقط عشان كده بنقول عليه انها اسم مفرد غير عاقل طيب الكتاب جديد الكتاب ده ايه؟ جماد وزي ما قلنا ان الكتاب حاجة واحدة بس عشان كده قلنا عليها اسم مفرد غير عاقل المثال اللي بعده محمد تلميز مجتهد كلمة مجتهد صفة زي ما احنا قلنا وكلمة مجتهد هي بتدل على حاجة واحدة بس يبقى هي اسم مفرد طبعا صفة تعالوا نشوف مع بعض القاعدة القاعدة بتقول ان المفرد هو ما يدل على واحد مذكر او واحدة مؤنثة يبقى الاسم المفرد حاجة واحدة بس سواء كان مذكر او مؤنث الاسم المفرد يكون اسم انسان او حيوان او نبات او جماد او مكان او صفة او اسم اشارة اذا ازاي اسم اشارة اه انا عندي هذا وهذه وعندي ذلك وتلك اسم اشارة للمفرد المذكر او المؤنث وعندي ضمير المتكلم انا ضمير واحد بس للمتكلم للمفرد مفرد يعني انسان واحد بس وعندي ضمير المخاطب انت او انتي وعندي ضمير الغائب اللي هو هو هي دول بس اللي بيدلوا على المفرد يبقى الاسم المفرد بيدل على واحد مذكر واحدة مؤنسة الاسم المفرد ممكن يكون انسان او حيوان او نبات او جماد او مكان او صفة او اسم اشارة او ضمير متكلم او ضمير مخاطب او ضمير غائب كل الحاجات دي بتدل على المفرد تعالوا نشوف مع بعض التدريب ميز الاسم المفرد من الكلمات عندي مجموعة من الكلمات هشوف فيها فين الاسم المفرد هذان هذان اسم مفرد؟ لا طبعا هذان اسم اشارة للمثنة المذكر يبقى ما ينفعش انه هو نقول عليه اسم مفرد طب هو هو ينفع اقول عليها اسم مفرد ليه؟ لانها ضمير للغائب المفرد طيب كلمة اقلام اقلام دي كلمة جمع ما ينفعش اقول عليها مفرد طب كلمة كتاب كتاب يعني حاجة واحدة بس او كتاب واحد بس اذا ينفع اقول عليه انه هو مفرد هذه هذه اسم اشارة للمفرد المؤنس عشان كده ينفع نقول عليها انها مفرد طب نحن نحن ضمير متكلم ولكن للايه؟ للجمع طيب طفلة طفلة اسم مفرد عشان هي كلمة واحدة بنت واحدة بس عينان عينان يعني اتنين يعني مسنة ما ينفعش اقول عليها مفرد طب رأس رأس ينفع اقول عليها مفرد لانها رأس واحدة بس طب شجرة نفس الكلام شجرة واحدة بس عشان كده بقول عليها انها مفرد دعونا نشوف السؤال اللي بعده بيقول لنا ايه؟ هات مفرد الكلمات الاتية عندي مجموعة من الكلمات هجيب المفرد بتاعها حيتان كلمة حيتان مفردها حوت برافو طيب كلمة اقلام اقلام مفردها ايه؟ ها؟ قلم كلمة رجلان رجلان يعني اتنين بقول عليهم مفردهم ايه؟ رجل طيب كلمة العمال مفردها العامل وكلمة مصريتين مفردها مصرية ونخلي بالنا ان كلمة مصريتين بتدل على المسنة عشان كده ما ينفعش اقول مصري فقط لازم اقول مصرية وحط تاق التأنيس وبكده يكون انتهى الدرس بتاعنا اتمنى لكم ان شاء الله النجاح والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة